أهلا بكم إذن مشاهدين من جديد إلى خبر آخر التحكم في الأجهزة باستخدام تقنية تتبع حركة اليد دون لمس باستخدام الرادار ستطرح شركة جوجل بعد حصولها على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية لطرح الجهاز الذي ذكرنا وهذا الجهاز يعرف باسم سولي التكنولوجيا المطورة من طرف جوجل تتحكم في الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف والكمبيوتر والأيضا المستخدمة لتقنية تتبع حركة اليد دون لمس وتشكل نافذة أمل لمن يعانون من ضعف في الحركة أو الكلام من جدة ينضم إلينا المهندس خالد أبو إبراهيم المتخصص في علم التقنية والمعلومات يعني أنا بس أبغى أحاول أستاذ خالد والمهندس خالد أني أتخيل هذه التقنية أقرب ما راح إليه خيالي هي مثل اللي كانت تعرض بأفلام هوليوود Machine Impossible ولا غيرها فأنت ممكن تصور لنا وتبسط لنا هذه التقنية أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بمشاهدي برنامج تفاع لكم التقنية هذه هي شريحة تركب على الأجهزة تمكن المستخدم من عمل أوامر إحنا طبعا بتقنية الرادار إحنا ما نبغى ناخد الموضوع بشكل علمي خلينا ناخد الموضوع بشكل مفهوم للعامة يعني بتستغني عن الريموت بيصير أصابع عندك هي الريموت هي اللي بتتحكم بالجهاز عن بعد وتقدر طبعا يوم جاء الريموت ذيك الأيام كان اختراع جميل جدا وكان اختراع ذكي إنه ما بيخليك تروح للتلفزيون أو للمكيف بتتعامل معاه أو شيء مما كانك كنت تقدر تتعامل معاه الشريحة هذه بتركب على الأجهزة وبدل ما يكون التحكم بالريموت بيكون التحكم بأصابع اليد طبعا الخدمة هذه ممكن كانت في التلفزيونات الدكية بس ما كانت بتقنية الرادار كانت بتقنية الكاميرا الآن أنا التلفزيون الدكي عندي أو السمارت تيفي بس تغني عن الريموت وأقدر أرفع الصوت بحركة اليد أقدر أتنقل بين القنوات بحركة اليد طبعا في قبلها إعدادات بتعرفوا على الشخص اللي هو المفروض أو المخول يحرك القنوات أو يرفع الصوت أو شيء بحركة اليد طبعا بس لو جينا تكلمنا عن الدقة في الفرق بين الكاميرا والرادار فرق شاسع جدا جدا وجوجل أنا أقول هذه الشركة هي اللي بتفكر عادة خارج الصندوق عادة يعني أهو موقع بحث جوجل من عشرين سنة بنقول هذه الشركة يعني إيش مستفيدة من البحث هذا أهو بعد عشرين سنة أصبحت أقوى جهة لعلم البيانات طيب خالد يعني خلينا نركز شوي قلنا أنه هي حتكون بصيص أمل للي عندهم مشاكل في الحركة أو في النط كيف حتساعدهم دم هي تعتمد على حركة اليد نعم يعني هي على حركة اليد والإيماءات هذه فيها مستشعرات أو سنسور أو حساسات دقيقة جدا يعني الإيماءة أو بالنسبة للإحنا بنقول أصحاب الهمم ما نبغى نقول أي مصطلح تاني عنهم بتحصل البعض منهم في عنده حركة بسيطة جدا يعني يقدر يحرك أطرافه يقدر بس للأسف الحركة البسيطة هذه ما يقدر يستفيد منها بالتحكم في الآلات في الأجهزة في جواله في الكمبيوتر الآن إحنا داخلين على عصر إنترنت الأشياء كلها فيها تحكمات يعني كل شيء بيصير تقدر تتعامل معها سواء كان مكيف تلاجة مراية أي أن كان حتى فرشة الأسنان بتصير تحكمها من خلال بعض الأوامر إذا كانت الإيماءات والحركات البسيطة هذه بتخلي أصحاب الهمم أنهم يقدروا يتعاملوا معها يا أخي كفاية أنه يتعامل مع الأجهزة أو يتعامل مع التقنية اللي الكل يتعامل معها هو مسكين الحركة حدته أنه ما يقدر يتعامل معها هذه بحد ذاتها إحنا بنقول تقنية لا تضاها طيب أنت كونك مختص بالتقنية مثل هذه الأخبار دائما يتداولها الناس فيه برضو جزء كبير منهم يكونوا منتقدين يقول التقنية وين حتوصلنا كل مالها بتزيد من كسل الإنسان بتزيد من اعتمادة على الأشياء الرقمية أكثر وأكثر أنت إيش وجهة نظرك وين رايحين والله أنا شوفي المصطلح هذا أنا ما أحاول أني أخوط في يعني ما خلينا نضرب حسابنا من أيام من قبل مئة سنة مثلاً وكانت الزراعة مزارع كله مانيول كله شخص هو اللي بيقوم بالعملية جاءت الحراثات جاءت الشغلات هذه قالوا بنستغني عن الإنسان بالعكس زادت الطلبات على الإنسان وصار هو اللي بيحرك الآلات هذه هو اللي بيعملها ما في غنى ما في غنى عن الإنسان مهما كان وإن كان هذه الحركات بتوفر عليه وقت مو إنه بيصير كسول لا في عنده أمور تانية بيضطر إحنا قاعدين نتعامل مع الحركة الدهنية مع الحركة في كيف نفكر أكثر كيف نختصر على نفسنا مواضيع في فترة يعني وقت الحركة هذه نستغله في التفكير في شيء متطور وأفضل أنا هذه كوجهة نظر طبعاً يا تك العافي خالد أنا والله أخوف الناس تنشغل بالتفكير إيش رح تتعشى أو كيف ممكن تقضي باقي رفاهيتها في الحياة كان معنا خالد أبو إبراهيم هل من يفكر عنك مستقبلاً؟ المتخصص في التقنية والمعلومات شكراً لك